وفيما تعصف الأزمة المالية بالعراق كشف عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان أن استثمارات العراق في الخارج تقدر بأكثر من 87 مليار دولار فضلا عن المزارع التي تقدر ب36 ألف هكتار مؤكدا أن العراق لا يستفيد نهائيا من تلك الأصول تبين من خلال هذه اللجنة أنما قيمته 87 مليار دولار قيمة هذه الأموال النقدية في خارج العراق هذا من غير مزارع التي تمتلكها الحكومة العراقية من مزارع الشاي والرز في فيتنام وتايلاند وسيرلينكا كما يمتلك العراق إقارات سياحية ومزارع للبطاطا ومساحات تقدر بأكثر من 36 ألف هكتار ويمتلك أيضا العراق فنادق سياحية ومدن سياحية في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والبرازيل وأغلب هذه المناطق السياحية هي مؤجرة لغاية عام 2049 لكن حقيقة العراق لا يستفيد من هذه الإرادات وهذه الأموال التي تم تعجير هذه الأماكن وهذه المناطق وهذه المنشآت